سأزور الجزائر قريباً وسألتقي فيها بمسؤولين من الحكومة الجزائرية هذا ما كشف عنه الرئيس المدير العام لمؤسسة نوفو نورديسك الدنماركية لصناعة الأنسولين لقناة شروق التي التقت به ضمن زيارة الوفد الإعلامي لأكبر مصانع الأنسولين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن نهدف إلى الاستثمار أكثر في الجزائر والسوق الجزائرية مهمة بالنسبة إلينا ولهذا السبب سأزور الجزائر من أجل النظر فيما يخص التحولات التجارية في مناخ الاستثمار في بلدكم الذي نمتلك فيه مصنعاً لعلاجات أمراض سكري ومؤسستنا تتواجد بالجزائر منذ ثلاثينيات القرن الماضي وكان الرئيس المدير العام لمؤسسة نوفو نورديسك قد تحدث عن الاستراتيجية المستقبلية لتطوير الاستثمارات الخاصة بعلاجات مرض السكري في الجزائر في الوقت الذي استثمر المجمع في مصنع يعد الأكبر في المنطقة الإفريقية والشرق الأوسط في نواحي تيزيوزو ودشن المصنع سنة 2006 وهو قادر على تغطية كافة احتياجات السوق المحلية ويتجه نحو التصدير لبعض أسواق الدول المجاورة للجزائر وكجزء من الشراكة الصناعية لإنتاج الأنسولين ستنتج منتجات دوائية جديدة بين مجمعي صيدال الجزائري ونوفو نورديسك الدنماركي في قسنطينة ستكون مسؤولة عن تصنيع مجموعة من قنينات وخرطيش نوفو نورديسك يشار إلى أن الجزائر تعمل منذ سنوات على إنجاز قطب خاص بالصناعات الدوائية بشراكة أمريكية وينظم سعي المؤسسة الدنماركية في هذا الاتجاه